لماذا نيكولا تسلا كان مهووسا بالأهرامات المصرية؟ تضمنت معتقدات المخترع نيكولا تسلا الباطنية نظريات غير عادية عن الأهرامات المصرية كان لدى نيكولا تسلا العديد من الهواجس غير العادية كان أحد معتقداته أن أهرامات مصر كانت ناقلات عملاقة للطاقة قام ببناء أبراج تسلا وفقا لقوانين مستوحات من دراسة الأهرامات توفي نيكولا تسلا دون تقدير إلى حد ما لكن شهرته والأسطورة من حوله استمرت في النمو بشكل هائل في عصرنا ينظر إليه الآن على أنه العالم المجنون الشخص الذي اخترع عصرنا بشكل أساسي وينسب إليه الفضل في الأفكار الرئيسية التي تؤدي إلى اختراع الهواتف الذكية الواي فاي نظام الإمداد الكهربائي بالتيار المتردد وغير ذلك إلى جانب الأفكار التي نفذها تيسلا وحصل على براءة اختراع كان لديه أيضاً العديد من الاهتمامات الأخرى في مجالات بحث مختلفة بعضها مقصور على فئة معينة كان من أكثر الأمور غرابة شغاله بالأهرامات المصرية وهي واحدة من أكثر المباني البشرية غموضاً وروعة يعتقد تيسلا أنهم خدموا غرضاً أعلى وكان يحقق معهم طوال حياته ما الذي وجده مغراً جداً في الأهرامات؟ تساءل عما إذا لم تكن أجهزة إرسال عملاقة للطاقة التي يعتقد أنها تزامنت مع تحقيقه في كيفية إرسال الطاقة لاسلكياً في عام 1905 قدمت تسلا براءة اختراع في الولايات المتحدة بعنوان فن نقل الطاقة الكهربائية عبر الوسط الطبيعي يحدد التصاميم لسلسلة من المولدات حول العالم التي من شأنها الاستفادة من الأيونوسفير لمجموعات الطاقة لقد رأى كوكب الأرض نفسه بقطبيه كمولد كهربائي عملاق للطاقة لا محدودة قال تسلا سيحقق العالم تقدماً خلال عقد من الزمن أكثر من كل التقدم السابق الذي حققه الوجود البشري خلال قرون وذلك في اليوم الذي يبدأ فيه العلم بدراسة الظواهر غير المادية وفقاً لتسلا لم يكن شكل الأهرامات المصرية فقط بل موقعها هو الذي أوجد قوتها قام ببناء منشأة برج تعرف باسم محطة تسلا التجريبية في كولورادو سبرينغز وبرج ووردنكليف أو برج تسلا على الساحل الشرقي والتي سعت للاستفادة من مجال طاقة الأرض تم اختيار المواقع وفقاً لقوانين مكان بناء أهرامات الجيزة المتعلقة بالعلاقة بين المدار الإهليلجي للكوكب وخط الاستواء كان التصميم مخصصاً لنقل الطاقة لاسلكياً في السابع من شهر كانون الثاني من العام الف وتسعمائة وثلاثة واربعين مناهزاً الستة وثمانون عاماً توفي تسلا في غرفته رقم ثلاثة ناثناثن وسبعة وعشرين في فندق نيويورك